اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة هنعرف ليه المصريين اصلا بيتكلموا اطالي من طبعتهم كلهجة فينا وكحاجات موجودة في الكلشا البتاعنا زي عندنا فيه كلام كتير جدا مشترك هو اصلا ايطالي موجود اطلاعينا معانا في مصر بقالهم كتير عندنا حاجات كتير قوي زي مثلا عندي استابانا استابانا يعني اشترا اشترا تمام يعني يقوم باستابانا يعني ايكون جيد عندي مثلا الراجل اللي بيمشه ديوقتي يقول لك هي اصلا باليطالي شيء عاتيق عندي مثلا كومودينо اللي انا بقولها كتير قوي هاي ايام اطلاعيه اسمها عندي مثلا سالة يعني قاعة او حاجة دي برضو حاجة ايطالية نستخدمها عندي مثلا بلو هعمل بلو هعمل بلو مش عارف البلو يعني رأس بلو يعني رأس عندي مثلا انت البريمو في الحاجة البريمو في الايطالي يعني الاول البريمو بالاول عندي مثلا افوكاتو افوكاتو اللي احنا بنقول دايما عليها الافوكاتو بتاعنا كان زمان بيقوله هو المحامي هو افوكاتو بالايطالي افوكاتو افوكاتو عندي طبعا حاجات جدا 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 بستخدم اللي هو البلياتشو بلياتشو عندي مثلا استامبا يقول لك نفس الاستامبا استامبا دي كلمة اطالية عندي تورتا تورتا كلمة اطالية عندي مثلا جيلاتو اللي احنا بنقول للأسف الجيلوتي بتاعتنا بس هو جيلاتو اطالي عندي انتا انتيكا قوي انتا انتيكا يعني انتا قديم قوي انتا قديم قوي يعني انتا انتيكا عندي مثلا البوستا البوستا اللي هي المكتب البريد هو اصلا كلمة اطالية عندي مثلا الفيزيتا الفيزيتا بكامل فيزيتا كان زماني دا كاترورك الفيزيتا هي فيزيتا وهي الكشف او الزيارة يعني عندي الكولة الكولة هي اللي بتلزق الكولة عندي فطورة عندي كامبيالة عندي حاجات كتير جدا جدا بنستخدم عندي الفيراندا دي برضو كلمة ايطالية عندي باروكا البروكا البروكا دي كلمة ايطالية عندي بينسا بينسا او البينسا دي كلمة ايطالية عشان كده تتعلم الإطالة للمصريين اللي عملها مش صعبة ومش مستحيلة بل بالعكس احنا بنتكلم كتير في يومنا كل يوم ويا رب تكونوا استفدتوا وده بداية لكم لكل واحدة عشان تتكلم إطالة ويتعلموا سلام